السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رأينا في الجزء الثاني من هذه الوحدة الثانية التي كانت بعنوان مركز الكتلة كيف نحدد موضع مركز الكتلة بالنسبة لمنظومة ميكانيكية مكونة من أجسام متباعدة وسوف نرى في هذا الجزء الثالث من هذه الوحدة الثانية كيف نحدد مركز الكتلة بالنسبة لمنظومة ميكانيكية ممتدة أو مستمرة طيب بالنسبة للأجسام المستمرة والكبيرة الحجم يمكن اعتبار أنها تتكون من عدد كبير جدا من الجسيمات وبالتالي يمكن تحديد موضع مركز الكتلة من خلال تقسيم الجسم إلى عناصر كتلة دلتا أم آية كما بالشكل التالي إذن لدينا المنظومة الميكانيكية المستمرة أو الممتدة سوف نقسمها إلى عناصر كتلة صغيرة وبالتالي تحديد موضع مركز الكتلة يكون كالتالي XCM يساوي 1 على الكتلة الجملية M M هي كتلة تلك المنظومة مضروبة في تكامل XDM بنفس الطريقة YCM يساوي 1 على M مضروب في تكامل YDM وZCM يساوي 1 على M في تكامل ZDM نمر إلى تطبيق بسيط نريد أن نبحث عن موضع مركز الكتلة لساق كتلتها M وطولها L بافتراض أن للساق كتلة وحدة أطوال ثابتة أي لمدة تساوي ثابت طيب أول شيء يوضح هذا الشكل أن الساقة موازية للمحور X مثل ما أنا شايفين وبالتالي فإنه مركز الكتلة هو في مكان ما على المحور X وبالتالي من البديه استنتاج أنه YCM وZCM يساوي 0 طيب سنتطبق القاعدة اللي فسرناها قبل شوي وهي أننا سنأخذ عنصر كتلة كتلة DM طول DX بما أنه على المحور DX الساق موازية للمحور DX وإذا أردنا أن نبحث عن كتلة وحدة الأطوال داخل هذا العنصر الكتلة هذا فإنه لمدة تساوي DM مقسومة على DX وبالتالي نستنتج أنه DM تساوي لمدة في DX طيب إيش قلنا؟ قلنا أنه XCM تساوي 1 على M تكامل XDM هذه القاعدة اللي قلناها قبل شوي واتفقنا أنه DM قبل قليل قلنا أنه DM تساوي لمدة في DX إذن راح نعوذ DM هنا بلمدة في DX كالتالي الساق تمتد من صفر إلى L مثل ما رأينا أنه الساق تمتد من صفر إلى L اللي هو طول تلك الساق طيب اتفقنا أنه لمدة ثابتة إذن نقدر أن نخرجها من التكامل وتكون لمدة على M في تكامل XDX تكامل X هو X تربيع على 2 ويكون الناتج يساوي لمدة على M في L تربيع على 2 وحيث أن لمدة تساوي M على L الكتلة الجملية للساق هي M طولها هو L إذن لمدة تساوي M على L اللي هي ثابتة وإذا عوذنا هنا لمدة بM على L بكل بساطة سنستنتج أنه XCM يساوي M في L تربيع على 2M L وإذا اختزلنا بM وBL فسنجد أنه XCM يساوي L على 2 أي أن مركز الكتلة بهذه الساق يوجد في منتصف المسافة بين طرفيها وهو أمر منتظر ليش؟ لأنه لمدة تساوي ثابتة إذا لم تكن لمدة ثابتة فإنه مركز الكتلة سوف يميل إلى الكتلة الأكبر إما إلى يمين المنتصف أو إلى يسار المنتصف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته